الفيلم رشح للأوسكار أنت تذهب للأوسكار للمرة الثانية برأيك مجرد الذهاب هل هو بحفظاته إنجاز؟ إنجاز يمكن أكيد للطاكم والإلي والممثلين لأنه هذا يعطيهم منصة عالية حتى يقدروا يكملوا مشوارهم مثلاً ليم لوباني الممثلة الرئيسية في الفيلم أو المثلة دور الحبيبة اليوم هي بتمثل دور مهم في فيلم هولوود باري لافنسون المخرج والممثل هو بيل موري يعني ممثل معروف فطبعاً ترشيح للأوسكار بأعطيك منصة أكيد بس الأهم كان أنه أنا شعرت بفخر لأنه لما فتنا على الاحتفاء على البساط الأحمر على البساط الأحمر وكان محطوط فلسطين المرشح هو فلسطين ليس أنا لأنه الدولة لأنه هذا احتفال الفيلم الأمريكي بأغلبه وعندك أنت خمس أفلام أجنبية من كل الأفلام بس فقط خمس أفلام أجنبية من دول معينة اللي هي الدول هي المرشحة يعني زي حيثين كانت إيطاليا بلجيكيا، دنمارك، كامبوديا وفلسطين لما تشوف أنت فلسطين من كل هذه الدول العالم هي المرشحة كانت لخضة خاصة أكثر عطتني يختلف عن ترشيح الجنة الآن الجنة الآن كان حاولوا يغطوا الموضوع كان محطوط المناطق الفلسطينية مع أنه بعدنا تحت احتلال إذا كان حطوا مناطق فلسطينية ولا فلسطين، اللي احتلال بعده موجود بس إنه اسم فلسطين موجود على مكان دولي من الشكل الاسم هذا أعطاني شعور كثير جدا حدتنا عن تفاصيل ترشيح الفيلم الفيلم يعني وصل من بين عشرات الأفلام الأخرى 80 فيلم طبعا في دول عالم كثيرة لكن كل سنة تقريبا 80 دولة بتقدم ترشيحها بتبعت الفيلم اللي هي بتفكر أنه ممكن يمثلها في الأوسكار من الثمانين فيلم بصفه خمسة المرشحين كل سنة في دول مختلفة ترشح حسب قوة الفيلم يعني ترجمة نانسي قنقر